راقبون يحذرون من جر العراق لسياسة المحاور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه مصاعب في التوفيق بين الكتل المختلفة والمتصارعة لملء الحقائب الوزرية الشاغرة في افتتاح الجولة السابعة من الدور الممتاز فريق الشرطة يحقق فوزا مهما ويهز شباك فريق الكارباء بهدفين دون رد وفي باكورة اعمال لجنة تالدراما حياة كاميرا الحرة تواكب فريق عمل المسلسل التلفزيوني الجديد يسكن قلبي اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة اخبار العراق اليوم والبداية مع ابرز العناوين زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني تحظى بقبول سياسي ونيابي ومراقبون يحذرون من جر العراق لسياسة المحاور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه مصاعب في التوفيق بين الكتل المختلفة والمتصارع لملء الحقائب الوزارية الشاغرة في افتتاح الجولة السابعة من الدور الممتاز فريق الشرطة يحقق فوزا مهما ويهز شباك فريق الكهرباء بهدفين دون رد وفي باكورة اعمال لجنة تالدراما حياة كاميرا الحرة تواكب فريق عمل المسلسل التلفزيوني الجديد يسكن قلبي ألمكم بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب إضافة إلى وزير الخارجية في بغداد فكرة إيجاد منظومة إقليمية مستندة إلى التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة وأكد الوزير الزائر والمسؤولون الذين التقاهم على أهمية تطوير علاقات التعاون بين العراق وقطر وهو أمر نال تأييد أعضاء في مجلس النواب أشار إلى أهمية دور قطر في مجال إعادة الإعمار في ذات الوقت لم يخفي مراقبون وسياسيون تخوفهم من محاولة جر العراق إلى المحور الإيراني التركي القطري ما يضر بالعلاقة مع دول الخليج ومصر والتي تشهد علاقاتها مع قطر تأزما أول زيارة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني للعراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح بعد ظهر اليوم إيجاد منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة تساعد على تخفيف حدة التوتر أبرز ما جاء في مباحثات آل ثاني مع رئيس الجمهورية الذي أكد على أهمية تعضيد وتطوير علاقة الأخوة والتعاون مع دولة قطر بما يخدم مصالح الشعبين رغم ما أثارته هذه الزيارة من مخاوف بعض المراقبين والسياسيين من محاولة قطر جر العراق إلى المحور الإيراني التركي مما يهدد العلاقة مع دول الخليج الأخرى ومصر في ظل تأزم علاقتهم مع قطر والتقى المسؤول القطري أيضا رئيس الوزراء عهد العبد المهدي مشددا على رغبة قطر بتعزيز علاقتها مع العراق في جميع الميادين كما التقى برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مبينا أن بلاده مصممة على المضي في التواصل والتعاون المتبادل مع العراق واستعدادها لتقديم الدعم المطلوب له في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية وهو ما اتفق معه أعضاء في مجلس النواب أكدوا أهمية دور قطر في إعادة إعمار العراق في المرحلة المقبلة وختم آل ثاني والوفد المرافق له زيارته إلى العراق بلقاء نظيره العراقي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم الذي أكد على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين في إطار المصالح المشتركة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثانية له إلى العراق خلال هذا العام حيث زار بغداد في شهر آيار الماضي كما تعد الزيارة الثانية من نوعها لوزير عربي منذ تشكيل الحكومة الجديدة حيث جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أحمد عرام الحرة بغداد وصفت الجبهة العراقية للحوار الوطني المنضوية في كتة الإصلاح والعمار الانطلاقة الأولى لحكومة عادل عبد المهدي بأنها لا تتماشى مع طموحات الإصلاح وحلم الشعب العراقي أضافت الجبهة في بيان لها أنه في الوقت الذي كان العراقيون ينتظرون تشكيل حكومة تلبي طموحاتهم وتستوعب متطلبات المرحلة التي يمرون بها جاءت حكومة عبد المهدي بطريقة لا تتماشى ومتطلبات الواقع وولدت بطريقة لم ترضي غالبية العراقيين وبناء على ذلك فإن جبهة الحوار الوطني لا تعلق على هذه الحكومة آمالا بتلبية الحد الأدنى من المطالب خاصة بعد تسجيل ملاحظات كثيرة على مستوى تركيبة هذه الحكومة والمسار المتعثر الذي رافق انطلاقتها بحسب البيان إلى ذلك كشف مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الوطني في كركوك عن حسم منصب وزير العدل لصالح القياد في الاتحاد الوطني خالد شواني مقابل منح ضمانات للأطراف المسيحية التي تطالب بالمنصب وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن اجتماعا مغلقا بين ممثلي الاتحاد الوطني والأطراف المسيحية انتهى إلى الاتفاق على أن يكون منصب وزير العدل من حصة الاتحاد مقابل منح المكونات المسيحي مناصب في بغداد وكركوك والسليمانية أبرزها معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية ورئاسة مجلس محافظة كركوك نبقى في ملف تشكيل الحكومة الجديدة حيث أكد النائب عن تحالف سائرون صباح العقالي أن تحالفه يرفض التلاعب بإرادة الشعب العراقي مشددا على أن الوزراء الجدد سيخضعون للتدقيق من قبل المساءلة والعدالة قبل التصويت عليهم بهدف عدم الوقوع بنفس الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال اختياره وزراء حكومته بحسب تعبيره من جاته قال القيادي في التحالف علي مهدي في تصريح صحفي هذا اليوم إن اتفاقا سابقا بشأن تشكيل الحكومة يقضي بمنع ترشيح مسؤولين سابقين للوزرات الثمانية المتبقية بمن فيهم فالح الفياض وشخصيات مرشحة أخرى مؤكدا أن التحالف سائرون ليصوت على الأسماء التي رشحت في الجلسة السابقة للحقائب الوزرية وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال إن كابنته الحكومية تختلف عن الحكومة السابقة كونها تضم 22 حقيبة وزارية فقط أضف عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن كل من سائرون والحكمة والنصر تركوا له حرية اختيار الوزراء من كتلهم دون التدخل في عملية الترشيح وفيما يتعلق بالوزراء لآخرين المرشحين عن الكتل الأخرى الفائزة بالانتخابات قال عبد المهدي إن هذه الكتلة قدمت عددا من المرشحين لكل وزارة وقد تم اختيار واحد منهم للمنصب الوزرية كسائرون كالفتح كالحكمة كالنصر قاموا بتخوير رئيس الوزراء باختيار وزرائهم لهذه الوزرات وفي تشكيلة الـ 14 قمنا باختيار من نعتقد فعلا نحن بكفاءته الكاملة ونتحمل هذه المسؤولية بقية الوزرات الطريقة التي تم الاختيار بها لم تكن بهذا الشكل القوى السياسية لأنها لها رصيد انتخابي لأنها هي التي ستصوت في مجلس النواب هي من سيمنح الحكومة الثقة وهي التي ستصوت في مجلس النواب وتقول نحن خذنا انتخابات وفزنا بالعدد التالي من المقاعد لذلك من حقنا أن يكون لنا حضور في الحكومة يتوازن مع حضورنا في مجلس النواب وهذه ممارسة ديمقراطية صحيحة الخلاف في هذه المرة عن المرات السابقة أنهم هم من رشح الوزراء ليس رئيس الوزراء كالحالة الأولى أو كالسياق الأول هم من رشحوا الوزراء لكن لم يرشحوا شخص واحد وإنما رشحوا عدة أشخاص وكان على رئيس الوزراء بالتشاور معهم الوصول إلى اسم متفق عليه مستمرون في نشرتنا مشاهدين ولكن بعد فاصل قصير أصدر رئيس الجمهوري برهم صالح مرسوما جمهوريا اليوم بتعيين كرار الأعبادي محافظة لبابل على أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في غضون ذلك يواصل المواطنون محتجون على تعيين كرار الأعبادي محافظة لبابل اعتصامهم أمام مبنى مجلس المحافظة لليوم الرابع على التوالي رغم قيام القوات الأمنية بفض اعتصام نظمه محتجون على اختيار كرار الأعبادي محافظة لبابل في يومه الأول ما زال المعتصمون يواصلون اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى مجلس المحافظة للتنديد بما وصفوه سياسة بيع المناصب الحكومية المرشح وابن أخت النائب سابق على العلاق لا نريد مرشح محافظ تابع لأي حزب كان حسب ما يقولون مجلس محافظة بابل واللجنة القانونية أنه أكو بيع وشراء وتلاعب بالمناصب يأتي هذا في ظل قيام أعضاء من مجلس المحافظة ممن طعنوا بقانونية جلسة التصويت على اختيار المحافظة الجديد برفع دعوة إلى محكمة القضاء الإداري وهيئة النزاهة باعتبار أن آلية الاختيار جرت بصفقة غير قانونية وأن العبادي هو ليس من سكنة محافظة بابل لأنه ليس من سكنة محافظة بابل القانون يشترط أما أن يكون مسقط رأسه ونفوسه في بابل أو أن يكون أمضى عشر سنوات في بابل لم يقدم هذا المرشح سوى مضبط السكن تشير إلى أنه من سكنة أحد الأحياء في مركز مدينة الحلة قمنا بكتابة طعن وأرسلنا إلى رئاسة الجمهورية وتقدم بعض الناشطين المدنيين بشكوى إلى النزاهة وتم استدعاء بعض الأشخاص كشهود أحدهم آني عدم وجود المحافظ كرار العبادي في المحافظة وغلقه لجهاز هاتفه منعنا من الوصول إليه لكن رئيس مجلس المحافظة دافع عن قانونية اختيار المحافظ ونفى ما يشاع في الشارع من كلام حول بيع المناصب الحكومية كل أوراقنا وكل وثائقنا تؤكد أن الجلسة قانونية 100% وحتى الطرف المعارض لعقد هذه الجلسة والذي بدأ بعد عقد الجلسة بالاعتراض كان الأخوة التي جنابك تكلمت عنهم من الأعضاء هم كانوا حاضرين في الجلسة هناك أطراف عندما تتضرر قطعا تقول بكلام هنا وكلام هناك ولكن الحكم النهائي والفيصل النهائي في الأنظمة الديمقراطية هو التصويت وصوت الأغلبية هو من يعلو في ظل الجدل الدائر على شخصية المحافظة الجديد يقول مراقبون أن إرادة السياسة والمخاصصة ستتغلب على إرادة المواطن وتطلعاته طبقا للأعراف السائدة في مشهد السياسة العراقي ميثم الشباني الحرة من محافظة بابل أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار الأربعاء إطلاق سراح ثمانية من متظاهر البصرة المعتقلين بيرقدار وفي بين الله قال إن محكمة تحقيق البصرة الثالثة أطلقت وبكفالة مالية سراح ثمانية متهمين شاركوا في التظاهرات والحوادث التي حصلت في المحافظة وكانت مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق سراح ثنين من موقوفي التظاهرات في البصرة في هذه الأثناء قال الناشط والإعلامي منتظر الكركوشي في مقابلة مع قناة الحر عراق أن السلطات الأمنية أطلقت سراح مائتين وسبعة وثلاثين متظاهرا ولم يتبقى سوى أربع منهم ونأمل الإفراج عنهم يوم غد الخميس الكركوشي اعتبر مبادرة الحكومة بإطلاق سراح المتظاهرين بادرة خير للاستجابة لأي من مطالبهم ولتحقيقها بعد لقاء وفد منهم مع رئيس الوزراء عدل عبد المهدي في بغداد قبل يومين يعني تم احتقال تقريبا حسب إحصائية محكمة السيناف البصرة ماتين وواحد واربعين محتقل تم اطلاق ماتين وسبعة وثلاثين اليوم مكتمل المطلق سراحهم وقال لدينا أربع ان شاء الله سيتم كفالتهم يوم غد هذا يأتي بعد زيارة وفد من محافظة البصرة مجموعة من الناشطين ومجموعة من الشخصيات البصرية وطلبت من السيد عدل عبد المهدي بخصوص اطلاق سراح المحتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بأي أعمال عنف وما إلى ذلك وبالتالي تم تسريع الإجراءات واطلاق سراح أعتقد هناك بادرة خير فيما يخصه السيد عادل عبد المهدي بادرة بإجراءات فعلية المطالب الذي سلمناه هو أول خطوة حسنية من السيد عادل عبد المهدي واطلاق سراح المحتقلين والتنازل عن الدعاء والقضائية لرفعتها جهات حكومية وبالتالي هذه بادرة خير ننتظر مثل هذه الإجراءات ومثل هذه السرعة فيما يخص الملفات الأخرى ونتأمل خير إن شاء الله ونبقى في البصرة فبعد أن شكلت محافظة البصرة خالية أزمة للتصدي لظاهرة نفوق الأسماك ضمت دائرة البيئة والصحة والمستشفى البيطري والزراعة والموارد المائية والأمن الوطني خرجت تقارير أولية كشف عنها باحثون بالشأن البيئي أن وباء تعفن الأسماك كانت أولى إصاباته أو أولى إصاباته في البصرة ولكن تمت التغطي عليه لأسباب تزامنت مع ارتفاع معدلات التلوث في مياه شط العرب يزيل باحثون النقاب عن ما ظل مسكوتا عنه طيلة الفترة الماضية فمرض تعفن الغلاصم الفطري في الأسماك أولى إصاباته ظهرت في البصرة هنا لكن تمت التغطية عليه لتزامني حالات النفوق مع ارتفاع معدلات التلوث في المياه وإلصاق الأسباب بالمد الملحي غير أن الحقيقة مغايرة نفوق سجل البصرة في حالات فردية في أحواض معينة وتم العلاج الحالات وانتهت اللي غط عن نفوق البصرة ما استمر هو ملوحة المياه وحلاك الأسماك وشك أن الخلق أصار خلق بين الأصابة وملوحة المياه لتنم البحر فعزي السبب ملوحة المياه وليس الوجود المرض السلطات المختصة وفيما أعلنت عن خلو المحافظة من أي إصابات بالوقت الحالي أصدرت قرارا بمنع دخول الأسماك القادمة من المحافظات التي سجلت فيها إصابات بالمرض الفطري كإجراء احترازي إلى الآن من الغاية هذا الوقت نحن لم يكن لدينا إصابة نقل الأسماك من المحافظات من ضمن الإجراءات لدائرة البيطرة أنه منع دخول الأسماك من المحافظات التي بها إصابة وأما بالمحافظات التي لا توجد فيها إصابة دخولها يكون عن طريق شهادة صحية بيطرية وتحول رواج شراء الأسماك إلى كساد في الأسواق التي كانت تعجو بالزبائن بعدما أحجموا عنها على إثر ظاهرة نفوق الأسماك والخشة من شرائها وباتوا يتعاملون بحذر مع الأسماك النهرية وتوجهوا لشراء الأسماك البحرية سابقاً نشوي بالأيام العادية تقريباً 100 كيلو حس قل إلى النص تقريباً أو نقول 70-60% تأثر الشغل نعم الناس ظلت تعول على سمت البحرية مثل البياح وغيرها الشانق وهاي القضايا سمت اللي يجبونها ميت مثلاً أو مثل هذا العدل صار رخيص كلش رخيص ولكن العالم لا تشتري لا تشتري العالم وتؤكد الجهات الحكومية بأنها أخذت عينات من الأسماك النافقة التي سجلت بأعداد قليلة للوقوف على الأسباب وفي مدينة ساحلية كالبصرة يمثل السمك فيها وجبة أساسية في مطبقها يبقى الحذر قائم لكنه لا يلغي الاستمرار في تناوله سعد قصي على الحرة مدينة البصرة فاصل قصير نعود بعده لمناقشة أبعاد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعراق وموقف الحكومة الجديدة من علاقتها مع دول الجوار مع ضيوفنا من بغداد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي والمحلل السياسي فلاح المشعل ومن أربيل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي إذن فاصل مشاهدين ونواصل إذن مشاهدين أرحب جدا بضيفينا من بغداد وضيفنا أيضا من أربيل أبدأ مع النائب عن سائرون الأستاذ رائد فهمي أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم كيف تنظر أستاذ رائد لهذه الزيارة زيارة الوزير القطري تم الحديث عن بحث العلاقات الثنائية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لكن هناك من قدم قراءة سياسية فيها نوع من القلق تتعلق بتعقيدات الإقليم وقضايا الاستقطاب والاستقطاب المضاد في مشهده يعني طبعا هو التوقيت الزيارة إجابة فرض العقوبات على إيران وراء أيضا وفي ضل أجواء احتدام الصراع يعني أو التوتر بين قطر وبين بلدان خليجي أخرى طبعا هذا يجوز يتحمل هكذا تأويلات ولكن بالنسبة للعراق العراق على مصلحة أن ينفتح على كل دول الجوار ويقيم علاقات ثنائية ويطور طبعا حتى الجانب الاقتصادي مهم جدا فبالقدر أنه نتفق مع كل من يقول أنه الإعراق لا ينخرط في استقطابات وفي محاور معينة ولكن بالوقت نفسه أيضا لا يكون هو أيضا الصراعات الأخرى بم بالضرورة هو يكون أيضا جزء منها فهو يتعامل مع المعرب الضبط ماذا جاء به الوزير القطري من مقترحات ملموسة أما من حيث المبدأ التعاون مع قطر لا يلغي التعاون مع سعودية ولا يلغي التعاون مع مصر هكذا نفهم ولكن استدراء داس في المقاطعة كمواقف للسياسة الخارجية العراقية روصدت خلال السنوات الماضية سواء كان في اجتماعات الجامعة العربية أو في اجتماعات إقليمية أخرى كأنما كان العراق في مواقفه بشكل ما يجامل خطا من خطي هذا الإقليم السائم الجامل طبعا هو عنده موقف العراق مو إذا تحدثنا عن اليمن وتحدثنا عن بعض المواقف تجعل عنده موقف ما يعيد حرب اليمن لكن هو بالوقت نفسه ما أعتقد الآن وحتى يبكي ربما في إدارة السيد عادة المهدي ودكتور برهام وهذه الوجهة هم باتجاه أن يكونوا طرف في محور معين أما يكونون أقرب من هذا الطرح هذا ممكن ولكن أنا أعتقد حريصين على العلاقة مع المصر مثلا ذكر بالتقرير مالتكم أنه مصر أنا أعتقد إراق حريص على العلاقة مع المصر ولا أعتقد أنه يسمح أن علاقته مع قطر يكون على حساب العلاقة مع مصر أما تقولي الآن تأويلاتها بطبيعة العلاقات أنه ستخليه الآن في هذه الظروف ينزح ويطور علاقاته بصورة أكثر مع هذه البلدان هذه طبعا موضوع آخر نعم سنأتي على هذا الموضوع بالتأكيد سنأتي بالتأكيد على هذا الموضوع دعني أن تقري إلى المحلل السياسي فلاح المشعل أيضا في بغداد أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم كيف تدلو بدلوك فيما تفضل به ضيفنا الأستاذ رأى تفهمي النائب عن سائرون هل لديك ملاحظات هو لديه ملاحظات على التوقيت هل لديك ملاحظات تتجاوز التوقيت مثلا نعم شكرا لك وللأستاذ النائب رأى تفهمي حقيقة ولجمهوركم الكريم أقول هذه الزيارة جاءت حقيقة بالعكس في توقيت مناسب جدا مع بدء تشكيل حكومة وتشكيل وزارية جديدة وحكومة جديدة وهذه الحكومة بحسب الخطاب الذي قدمه السيد عادل عبد المهدي أنها ستكون حكومة متوازنة في علاقاتها الخارجية وستتعامل بتكافئ مع جميع الأطراب خصوصا في محيطنا الأقليمي العراق حقيقة عانى ما عانى من تأثيرات ومن إعلاقات السلبية مع المحيط الأقليمي واليوم حينما نتحدث عن زيارة قطر فقطر واحدة من القوى الفاعلة جدا في الأقليم يعني في أقليمنا وخصوصا في الخليج العربي قطر تعيش منافسة حادة مع السعودية في كسب أقطاب معينة وكسب مراكز قوة معينة العراق اليوم مركز قوة حقيقة لأنه يعني يقع بين هذا المثلث الإيراني السعودي التركي فمن هنا حقيقة الكل يسعى لكسب العراق ولتحقيق موطقة في العراق قطر منتج أول للغاز تقريبا في العالم هو المنتج الثاني في العالم بس الأول في المنطقة السعودية المنتج الأول للنفط في العالم حقيقة أو في دول أوبك لنقول من هنا تأتي مصلحة العراق في أن يوثق العلاقة مع الطرفين بتوازن يعني لا أن يميل إلى الكفة السعودية على حساب قطر والعكس الصحيح جدا قطر لديها مصالح مع العراق حقيقة لكن في الذاكرة العراقية دعني أكمل هذه الجملة في الذاكرة العراقية هناك جرح كبير اسمه الإرهاب وتمويل الحركات الإرهابية وقطر هي واحدة من هذه الدول المتهمة في تمويل الأرهاب وأيضا ما حصل في سوريا الشقيقة وتأثيرات سوريا على العراق فهذه كل هذه المنفات حقيقة تحتاج إلى تصفير بالنسبة للجانب العراقي ورسم خطة جديدة في علاقات متوازنة مع كل دول الجوار دعنا ننتقل إلى أربيل إلى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي سيد ريبوار أيضا أهلا بك إلى نشرتنا هذه كيف تنظر لهذا الموضوع يعني الوزير القطري طرح فكرة إيجاد منظومة إقليمية مستندة إلى التكامل بين بلدان المنطقة يعني ما هي هوية هذه المنظومة في ظل علاقات خليجية قطرية متوترة إلى هذا الحد يعني حتى الولايات المتحدة ودول أخرى تدخلت من أجل ترطيب الأجواء بين هذه الدول ولكن ظل هذا التوتر قائما في الحقيقة هذه زيارة من حيث الشكل تعتبر زيارة طبيعية باعتبار أن قطر تحاول أن تبحث عن شركاء جدد سيما أن استراتيجية ترامب الجديدة والحصار الذي فرضه على إيران في الحقيقة سيؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الجيو السياسي لقطر وبالتالي قطر الآن تبحث عن قيوة جديدة بالمنطقة وربما عراق تعتبر من هذه القوة بنظر وجهة نظر صناع القرار في الدوحة لكن أعتقد من حيث المحتوى ومن حيث المضمون أعتقد أن هذه الزيارة ربما ستؤثر على العلاقة العراقية السعودية والإماراتية ربما في الآوينة المستقبلة لأن النظام الأقليمي العربي أو النظام الأقليمي الخليجي باعتبار نظام غير مستقر لأن النظام الخليجي والعربي يشهد أو يتضمن نوع من خاصية الاستقطاب هناك قطب برئاسة المملكة العربية السعودية وأيضا دور للإمارات العربية المتحدة وأيضا بالمقابل القطب الآخر الذي يتضمن كل من قطر وتركيا وإيران وبالتالي تدخل العراق أو إدخال العراق سواء كانت طوعا أو إجبارا إلى داخل هذا النظام أو هذه المنظومة الغير مستقرة سياسيا أعتقد أنها ستكون لها نتائج وإنعكاسات سلبية على صعيد الدبلوماسي ربما لكن من حق العراق أيضا وبعد تشكيل الكابنة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي من حق العراق أن تبحث عن علاقات متوازنة مع الدول الجوار وأيضا مع قطر هناك نوع من علاقات طبيعية ومتوازنة مع المملكة العربية السعودية وربما العراق أيضا بحاجة إلى تطبيع العلاقة أو ارتقاء مستوى العلاقة مع قطر إلى مستوى العلاقة مع المملكة العربية السعودية بالعودة إلى قضية السياسة الخارجية السيد ريبوار يعني العراقية كابينة جديدة هل سنتوقع تغيرا في السياسة الخارجية العراقية وضوحا أكثر في هذه السياسة أم أنها ستكمل سياسة وزارة الخارجية السابقة مثلا باختصال لو سمعت أنا أعتقد أنه السياسة الخارجية العراقية بصراحة منذ 2005 إلى الآن لا يعني ليست سياسة فعالة وليست هناك استراتيجيات وأهداف معينة يمكن القول أنه من خلال هذه الاستراتيجية تسعى السياسة الخارجية العراقية إلى تحقيق أهدافها ربما التأثير النفوذ الإيراني وأيضا تأثير السياسة الخارجية الأمريكية على مركز القرار العراقي ربما يعتبر نوع يعني أحد العوامل التي يعني جعلت من السياسة الخارجية العراقية غير فعالة هناك الكثير من المتغيرات طرأت على النظام الأمني للمنطقة النظام السياسي للمنطقة لكن بقت العراق وبقت السياسة الخارجية العراق في حالتها الساكنة دون التحرك ودون تحديد الأهداف التي كانت من المفترض أن تسعى من خلالها السياسة الخارجية لتحقيق هذه الأهداف طيب أنتقل إلى بغداد إلى الأستاذ رائد فهمي أستاذ رائد سمعت ما تفضل به ضيفنا زميلة نائب ريبوار من أربيل يقول أنها كانت سياسة ليست فعالية لا تمتلك استراتيجيات عمل هناك تأثير واضح للنفوذ الإيراني والأمريكي في القرارات العراقية كيف تعلق طبعا هي السياسة الخارجية وقوتها أيضا ينعكاس للواقع الداخلي نحن لا يخفى الأحد أن الحكومات العراقية المتتالية بفعل عوامل عديدة كانت أيضا في كثير من الأحيان حتى داخلية ليست المسجمة حتى رؤية موحدة للسياسة الخارجية لم تكن موحدة يعني حتى ضمن الأطراف المشتركة في الحكومة البعض يعتبر عنده تحفظ على إيران والآخر عنده تحفظ على تركيا والآخر عنده تحفظ على العلاقات الخارجية مع سوء الولايات مهتاحنة ومع دولة أخرى طبعا هذا غياب هذا العملية أدت أنه غياب أو على الأقل الضعف في وجود الرؤية الموحدة وإذا كانت هناك رؤية موحدة للدولة والحكومة غير قائمة فكيف نتوقع أن تكون هناك سياسة خارجية فعالة وهذا صحيح يعني الدولة الأمريكية بشكل خاص وغيرها كان في كثير من الأحيان سياستنا أيضا تلعب دور العلاقاتنا وطبيعة صلاة وحاضرة فأنا أعتقد بقدر ما يتماسك الوضع الداخلي بقدر ما يتماسك الانسجام في الحكومة بقدر ما يقدر العراق أن يرسم سياسة خارجية فعالة أستاذ فرح ما بأعتقادك كمراقب كمتابع ومحلل سياسي ماذا تحتاج باختصار بدقيقة ونصف السياسة الخارجية في السنوات المقبلة بالنسبة للعراق نعم حقيقة فعلا نحتاج إلى وضع فلسفة خاصة بالتجربة العراقية وماذا يريد العراق حقيقة من دول الجوار السياسة العراقية غطوها الزملاء والأخوان فعلا كانت فاقدة للبوصلة يعني لا يوجد تنظيم لا توجد فلسفة لا توجد رؤية محددة القضية العراقية هي آخر من تشغل الخارجية العراقية نجد الكثير ما تندفع وزارة الخارجية العراقية بقضايا أخرى بعيدة تماما عن المشكلات والهم العراقي وجوهر المشكلات العراقية وتنشغل بقضايا أخرى ليس لها علاقة أحيانا تندفع للدفاع عن إيران أو الدفاع عن اليمن وهذا الموضوع حقيقة بعيد عن المصلحة العراقية تماما أنا أعتقد اليوم حقيقة نحتاج إلى ترسين هذا التوجه وإلى وضع فلسفة ثابتة ماذا يريد العراق من دول الجوار من العالم بصورة عام وليس فقط دول الجوار وخصوصا بعد موضوع الحصار على إيران سيكون هناك استفاد دولي حقيقة ستكون هناك وطبيات واضحة على العراق أن ينقى بنفسه وذكر ذلك قبل يومين الأخ الدكتور عادل عبد المهدي رئيس المزراء عليه هذا عدم الانخراط بهذه التكوينات أو الانضمامات أو المنظومات ينبغي أن تقوم على رؤية وعلى فلسفة واضحة وأن تصدر تصدر ببيان رسمي ويعمم لكل الدول التي تربطنا بها علاقات دول ماسية وعلاقات دولية مشاهدين بعد فاصل قصير سنناقش مع ضيوفنا أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإكمال تشكيلته الوزارية وملء الحقائب المتبقية الشاغرة أرجو التفضل بالبقائم أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرتنا ونحن نواصل حوارنا مع السيد رائد فهمي النائب عن سائرون المحلل السياسي فلاحة المشعل والنائب عن الحزب الديمقراطي ريبوار بابكي سيد ريبوار هل فعلا أن الاتحاد الوطني اتفق مع المكون المسيحي على أن تكون وزارة العدل من حصة الاتحاد في مقابل ضمانات بمواقع أخرى لهذا المكون الحقيقة ليس لدي معلومات دقيقة عن هذا الموضوع لكن أعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى جاهدا للحصول على هذه الحقيقة ربما لإعتبارات حزبية هل لديكم اعتراض على هذه الرغبة يعني إذا تحدثنا عن المجموعة الحقائب أو الحقيبة السيادية التي حصلت عليها وتبوأ تبوأها أحد قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وهو برهم صالح أعتقد أنه من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا تحدثنا عن الاستحقاقات الانتخابية باعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الذي حصل على أكثرية المقاعد بالنسبة للأحزاب الكردستانية والبرلمان العراق من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا أن يحقق أو يحصل يعني هل أفهم من كلامك أنكم تعترضون على هذه الرغبة أو هذا التوافق بين المكون المسيحي والاتحاد الوطني تعترضون أم لا باختصار نحن لا نعترض إذا كان هناك اتفاقية بين الاتحاد الوطني الكردستاني يعني تصوتون لمرشح الاتحاد الوطني أمام مجلس النواب في حال تم التوافق عليه أنا لا يعني لا أستطيع أن أجزم على ذلك لكن أعتقد أنه ليس لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني أي مشكلة نعم استاذ راد فهمي يعني من سائرون دائما يرد اسم سائرون واسم يعني الفتح في قضية ترتيب هذه الحقائب الوزارية يعني بحسب المذكرة التي وجهت للنواب يعني خلت أيضا جلسة الغد من قضية إكمال الكابينة الوزارية باختصار رعنا في صورة يعني ما هي بالضبط هذه الخلافات بينكم وبين البناء احنا اعتبتنا مبدأ معين في تشكيل الحكومة وفي الأسرس يعني جسدناها والتزمة سائرون بهذا الموقف بمعنى أنه مرشحت ما قدمت مرشحين من جانبه وتركت الحرية كاملة إلى رئيس الوزراء في اختيار المواقع التي كانت مرصدة أو من حصة لجاز التعبير إلى سائرون وقلنا أكدنا عن مبدأ خاصة بالنسبة الوزارات الأمنية أن تكون وزارات يديروها شخصيات مستقلة سياسية قلزة حزبيا وتنظيميا مشتقلة على الأعزاب وشخصيات يتمتعون بكفاءة ونزاة مهنية بمعنى في المجال الأمني وهذا المبدأ يبدو الآن قصة من الترشيحات التي تقدم ما يسجم بهذا المبدأ فهذا الموقف الذي يبيه تعرضات تعرضات لكن هناك صدراء دائسة للمقاطعة وراها على رحابة صدرك كثيرا يعني هناك من يقول بأن تحالف الإصلاح وسائرون تحديدا يعني لديهم موقف كسر عظم مثل ما يقال بالعراق مع قضية ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية يريدون أن يردوا له موقفه بترك تحالفهم والانتقال إلى الخندق الآخر هل فعلا الأمور بهذه العقلية وبهذه الصيغ أنا يعني هذا البعد أنا قلت المبدأ الرئيسي الذي ذكرته أسأل الآن موقف معين للشخص المعني هذا عامل آخر قد يضحل بالحساب الجوهر هو هذا جوهر الموقف هو هذا وهذا موقف حقيقة خاصة بالوزارات الأمنية اللي نعتقد ضروري يتبني بالنسبة للوزارات الأخرى أيضا حقيقة كان هناك ملاحظات بهذا الشيء سائرون ما حتكون عاقبة أمام تشكيل الحكومة بس ولكنها حتشدد على بعض المعايير سواء معايير الشخصية أو معايير الذكرة الآن فيما يتعلق بين الكونون يسجلهم في النزاهة في مساء عدالة وفي جانب القيد الجنائي وغيرها من أمور هذا يعتقد ضروري جدا ولا نقع في خطأ بها هذا الموقف الآن إذا يبدو التأخير الذي يصير من الواضح جدا أنه يتوفق إلى حد الآن السيد عاد عالميدي من تحقيق الدعم أو التوافق المطلوب وبالتالي ويتردد يعني يحجب عن تقديمه وإلا ما يضمن أنه يمررون من يجري ترشيح نعم أيضا استاذ فلاح بنفس هذا الموضوع يعني هناك إصرار من سائرون من سيد مقتد الصدر على يعني رفض ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية بالمقابل أيضا هناك إصرار من الطرف الآخر على إبقاء هذا المرشح لهذا المنصب كيف تنظر لهذا المشهد يعني هل هو عناد أم فعلا هناك كفاءة ومواصفات ومؤهلات لا يمتلك أي مرشح آخر في هذا البلد نعم في تغريدة لي يوم أمس يعني على تويتر ذكرت أن بعض الأحزاب السياسية العراقية في مشروع تشكيل حكومة تتصرهم بطريقة عشائرية يعني خلاص توقف عند هذا المرشح وخلاص لو تقبل لو ألعب لو أخرب الملعب هذا منطق حقيقة يعني لا يمكن تعويل عليه ببناء دولة يعني أولا التثبت أو تثبيت شخص بعينه هذه قضية يعني تؤول تؤويل سيئ حق القتل هذه وحدة ثانيا هذه مراكز مهمة وحيوية سيد فالح الفياض جل احترامي إلا وبقية الأخوة المرشحية يعني هناك كفاءات مهنية عالية المستوى أثبتتها السنوات الماضية يعني العشر سنوات أو الخمس سنة الماضية ممكن الاستعانة بهم واستقدامهم وكوهم شخصيات مستقلة اليوم الأصرار على هذا الاستقطاب السياسي وتثبيت مرشح الحزب الفلاني أو الكتلة الفلانية هذه حقيقة تنسف تماما فكرة التغيير الذي تحدثت عنه جميع الأحزاب المشاركة اليوم بالسلطة والتي تتماثل تماما مع مبدأ المحاصصة السياسية والحزبية هذا هو الواقع والحقيقة الموجودة أما ما يحصل هو اليوم حقيقة نعم واضح جدا أنتقل إلى أربيل إلى السيد ريبوار بابكي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني كيف تصف لنا يعني الحوارات إلى أين وصلت في قضية اختيار رئاسة لبرلمان الإقليم الذي جلسته ما زالت يعني مفتوحة ومستمرة ولم يتم الاتفاق على تشكيل هيئة رئاسة لبرلمان الإقليم في الحقيقة بعد أداء القسم من قبل النواب الجدد الآن أقليم كردستان أمام مرحلة جديدة وهي عملية تشكيل الكابنة جديدة لحكومة أقليم كردستان هذه العملية تحتاج إلى مفاوضات ماراثونية ومفاوضات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على أكثرية المقاعد وبالتالي يؤهله للقيام بالتشكيل الكابنة جديدة لحكومة أقليم كردستان وبالتالي الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع للمكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا سيشكل وفد للحزب لكي يتحاور مع بقية الأحزاب التي حصلت على المقاعد بأقليم كردستان لكيفية تشكيل الكابنة الجديدة لحكومة أقليم كردستان وأيضا الرئاسة برلمان كردستان إذن استاذ رايدي باختصار بدقيقة لو سمحت إلى أي مدى تعتقد أن انهيار أو تصدع هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي ظل باقيا لسنوات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي أضرب العملية السياسية في الإقليم أو نفعها باختصار لو سمحت والأنا أعتقد هو بالمطاف الأخير يعني كردستان تواجه مجموعة من التحديات قصة منها تتعلق بكردستان وبناء الداخلي واقتصاد وخدمات والحياة السياسية وضع الأساس سليمة جاء التنوع جيد في كردستان ولكن الصراع هذا موذي نحن نعمل أن كردستان تبقى متماسكة موحدة وهذه الخلافات لا تبحث يعني متأثر على بناء سلطة الأقليم وتماسك سلطة الأقليم وتوحي وتوحي سلطة الأقليم أنا أعتقد هذا الصراع أكيد تداعيات سلبية وأنا أعمل أن يجري التعامل وفق الظروف المستجدة ووفق اللوحة السياسية المتغيرة في كردستان كما هي اللوحة السياسية في بغداد نعم مشاهدين أشكر ضيوفنا من بغداد النائب عن تحالف سيرون رائد فهمي والمحلل السياسي فلاح المشعل ومن أربيل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مشاهدين فاصل أخير ونواصلون سلطة والآن مشاهدين مع الكابتن حسام حسن والأخبار الرياضية أهلا كابتن حسام أهلا ومرحبا مبروك فوزي الشرطة شكرا أهلا بكم والأخبار الرياضية لهذا اليوم احتفظ الدكتور طالب فيصل بمنصبه رئيس الاتحادي ألعاب القوة في الانتخابات التي جرت اليوم في المركز الثقافي النفطي في بغداد بحضور 151 عضوا من أصل 154 يمثلون الهيئة العامة لاتحاد اللعبة وحصل الدكتور طالب فيصل على مئة صوت والدكتور زيدون جواد على 99 صوتا وصباح حسن على 96 صوتا ووليد تركي على 90 صوت والدكتور أسماء حميد قنبش على 86 صوتا كما حصل الدكتور عادل محمد دهش على 86 صوتا وريبوار يحيى الدين على 69 صوتا وحيدر كاظم على 77 صوتا وسيتم توزيع المناصب في الاجتماع الرسمي الأول للاتحاد المقرر عقده خلال مدة أقصاها 15 يوما وشهدت الانتخابات بعض الخلافات والمشاكل بين أعضاء الهيئة العامة لاتحادي ألعاب القوة جرت صباح اليوم بمقر الاتحاد الأسوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كولي لنبور قرأت تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وأوقعت القرع العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وتركوبانستان واليمن وسيتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني وستقام التصفيات للفترة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من آذار من العام المقبل بنظام التجمع لكل مجموعة تقدمت الهيئة الإدارية لنادى القوة الجوية اليوم بطلب رسمي للاتحاد الأسوي لكرة القدم للمشاركة في دور أبطال آسيا خلال النسخة المقبلة بمقعد مباشر دون خوض مباراة الملحق للمجموعات إدارة القوة الجوية أكدت في بيان لها أن فريقها الذي أحرز كأس الاتحاد الأسوي لمرة الثالثة على التوالي يستحق الإنصاف من خلال التواجد في دور أبطال آسيا اسوة بالمسابقات الأوروبية عندما يحقق للفريق كأس الدوري فإنه يكون مؤهلا للمشاركة في بطولة دور أبطال أوروبا أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة اليوم أسماء الحكام العراقيين الذين نالوا ثقة الاتحاد الأسوي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة أمم آسيا التي ستنطلق في الإمارات مطلع العام المقبل واتلقى الاتحاد وإشعارا من الاتحاد الأسوي لكرة القدم يؤكد على ترشيح الحكام الدوليين علي صباح ومهند قاسم والحكم المساعد مؤيد علي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة آسيا وقال لؤي صبحين ترشيح الأسماء المذكورة جاء في ضوء تقديم الاتحاد القاري للواجبات المنوطة بهم في الاستحقاقات الكروية لؤي هو عضو لجنة الحكام تقدم فريق الشرطة إلى المركز الثاني في لائحة الدور الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم في افتتاح جولة السابعة على فريق الكهرباء بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت في ملعب التاجي واخترق هدف الشرطة الأول فيها الشباك الممزقة لمرمى الملعب افتتاح الجولة السابعة لدور كرة القدم كتبه فريقاء الكهرباء والشرطة على أوراق ممزقة في ملعب التاجي بعد أن أنهى لعب الشرطة النصف الأول متقدمين بهدف وحيد للهدف مهند علي لم ينتبه فيه الحاضرون لدخول الكرة إلى المرمى نتيجة تمزق الشباك في مشهد بؤس يحكي بعض قصص ألم الكرة العراقية إن شاء الله نتقرب شوي شوي على الصدارة تعرف جوال الملعب مستعد الأرضية مستعد كلها زلق وحقيقة الهدف اللي هو المو يعني ورثوان يلا احتفلنا بالهدف وإن شاء الله الشباك يعني هي ممزقة من بينه على طريقة الخياطين حاول الإداريون والحكام معالجة الشباك الممزقة لكن إصلاحهم لها توقف عند مرمى واحد لتستقبل شباك المرمى الآخر الممزقة أيضا الهدف الثاني للشرطة بإمضاء وليد سالم حسمة المباراة بالأجزاء بسيطة يعني مهارة لاعب وشوتين صارنا قوال ما أجن القوال من طريقة اللعب هدينا العليا نارضيت الملعب صعب وإن لاعب يقدموا العليا هم مشكورين إن شاء الله عدنا فترة الكهرباء حاول الرد ببعض المحاولات التي لم تجد طريقا إلى التتويج ليغادر مدرب الفريق خالد صبار المباراة حزينا على أوضاع فريقه الذي يحتل المركز قبل الأخير بنقطتين فقط وخمس هزائم هذا اللي نقدر نسوي فريق يعني داي أدي وداي العب كرات قدم لكن مدى نتوفق شنو أسباب ما حد يعرف الأمور بشكل غامض حقيقة يعني في بعض الأحيان كانوا الحكام يعني أسباب يعني مباشرة في تعطيل الفريق وفي عدم فوز الفريق هذا السبو اعتمرنا في شكل جيد على وين النقطة ضعفهم وين نقطة القوة فالحمد لله جئنا داخلين على المباراة في ريض ناخذ ثلاث نقاط لأن تعرف منافسة أن تفوز تنافسة ما تفوز تبقى فالحمد لله شكر الله وفقنا اليوم وأدوا الفريق في صورة جيدة ليس غريبا أن يفوز الشرطة على الكهرباء بهدفين فتلك نتيجة طبيعية في دور كرة القدم لكن الغرابة أن المشجعين لم يحتفلوا بالهدفين لتمزق الشباك التي ضربتهم الكرات عرنان لفتا الحرة بغدال أخيرا وضمن دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين أوقف بورتلاند تريل بليزرز زحف فريق ميل ووكي باكس في دور هذا الموسم وأكبده خسارة ثانية في ثلاث مباريات بعدما حقق سبعة انتصارات في مبارياته السبع الأولى وسقط ميل ووكي أمام مضيف بورتلاند بمئة وثمانية عشر نقطة مقابل مئة وثلاثة في المباريات التي تعلق فيها نجم بورتلاند سي جي ماكلون الذي قدم أفضل أداء له منذ بداية الموسم وسجل أربعين نقطة كما فاز شارلوت هورنس على أتلانتا هوكس بمئة وثلاثة عشرة نقطة مقابل مئة ونقطتين بفضل تسعين وعشرين نقطة لكيمبا وووكو بينما كان جيرني لين الأفضل لأتلانتا مع تسع عشرة نقطة سجلها خلال هذه المباريات أخبار رياضي انتهت شكرا لكم عودة إلى زميل الحيدري وما تبقى من نشرة أخبار العراق الليلة شكرا جزيلا كاتن حسان في ظل منافسة عربية وأجنبية حامية يحرص فريق عمل المسلسل العراقي الجديد يسكن قلبي يحرص على تقديم عمل درامي فوق التوقعات وأعرب المشاركون في العمل عن تفاؤلهم به شرط أن تتوفر له جميع ظروف الانتاج التي وعد بها أعضاء لجنة دعم الدراما يتحضرون جيدا فالمهمة ليست بالسهلة انتاج عمل درامي عراقي في ظل منافسة عربية وأجنبية لا يبدو بالأمر الهيئن فجميع كادر مسلسلات يسكن قلبي الذي يعد باكورة أعمال لجنة دعم الدراما يعرفون مدى أهمية وخطورة ما يقدمونه فاستمرار المشروع وعودة الفنانين إلى الشاشة الصغيرة مرهون بهم اللجنة متعاونين إلى أحد يفوق تصوري وتصورك يريدون أن ننجح ولازم ننجح أما ننجح أو ننجح يسكن قلبي مسلسل اجتماعي وحاول معالجة واقع معاش قريب من هموم العراقيين ومعاناتهم ويبدو أن فكرة العمل هي ما دفعت اللجنة لإنتاجه قبل تقديم العملين الآخرين وهما عائلتون خارج التغطية وأجفن الردى كمرحلة أولى مؤلف المسلسل التلفزيوني تحدث عن هذه الأهمية جاءت هذه الفرصة بعد مخاط طويل مرورا بثلاث سنوات من العمل الدؤو من تحضير النصوص ودراسة النصوص اختير النص يسكن القلبي لهذه المهمة الصعبة نعتبرها مهمة صعبة بالتأكيد أنه هذا العمل إذا لم يكتب له النجاح لا قدر الله قد يكون فعلا أنه هي نهاية الخيط المسلسل يضم عددا من نجوم الدرامة العراقية الذين أشار بعضهم إلى تفاؤله حول الأعمال التي ستقدم شريطة أن تتوفر جميع ظروف الانتاج وتنفيذ ما وعدت به اللجنة وعضاؤه يعني أنا متفائلة بصراحة إن شاء الله يكون أكو تغيير وإن شاء الله يكون أكو شيء ملحوظ قبل المشاهد العراقي المتلقي متعطش لعمل أعتقد يعني أعتقد متعطش لعمل عراقي يشوف بيئة عراقية حوار عراقي ومشاكل أيضا من بيئته مو دخيلة عليه تحضيرات تجري على قدم وساق لتقديم موسم درامي ينتج مادة مختلفة تشكل انطلاقة جديدة للأعمال التلفزيونية العراقية إنتاج أعمال درامية تنافس مثيلاتها العربية وإنهاء القطيعة مع الجمهور العراقي هو ما يحاول صندوق دعم الدراما العمل عليه فهل يتمكن من ذلك أم إنها ستكون خيبة آمل أخرى قد لا ينفع بعدها شيئا موفق مجيد الحرة بغداد أنشته انتهت مشاهدينا تابعوا المزيد من أخبار العراق على فيسبوك تويتر ويوتيوب وموقع الحرة على الانترنت شكرا جزيلا لمتابعتكم وفي أمان الله أمان الله اشتركوا في القناة